السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح مع بعض مشكلة بتواجهنا والمشكلة دي بسيطة جدا ان شاء الله هنحلها مع بعض في الفيديو ده وهو ان البعض البرامج على الديسك توب او على سطح المكتب عندك بتتحول لايكونات او ملفات بيضة زي ما انت شايف كده دي برامج ادوبي عندي برامج ادوبي بريمير برو وعندي ادوبي اوديشن وادوبي فوتوشوب زي ما انت شايف ممكن تلاقي عندك بعض البرامج متحولة بالشكل ده فاحنا نروح مع بعض دلوقتي نحل المشكلة بشكل سريع وسهل اول حاجة هتيجي على تضغط على علامة الويندوز وار بعد كده هتروح تكتب الامر ده بعد ما كتبنا الامر ده زي ما انت شايف كده بتضغط على اوكي بعد كده بيفتح معاك الويندو اللي انت شايفها دي بعد كده هتيجي فوق هنا هتلاقي حاجة اسمها لو انت ويندوز قبل ويندوز حداشر هتضغط عليها وبعد كده هتعمل خطوة الجاية دي ولكن لو انت ويندوز حداشر هتضغط على تلات نقط دول بعد كده تضغط على او خيارات لو انت باللغة العربية بعد كده بتيجي على من هنا بعد كده بتيجي تعلم على او ازهار الملفات المخفية لاحظ معايا هنا كده هيظهر ملف احنا مهتاجين ان احنا نحزفه هنضغط على زي ما انت شايف زهر معايا ملف هنا كده هضغط الاول على وكي هنزل كده تحت هلاقي تحت هنا ملف اسمه icon catch هضغط عليه كده هعلم عليه وبعد كده هضغط على delete كده انا هزفت الملف ده بعد كده بروح اقفل الويندو دي خالص باجي على ال task bar او شريط المهام من تحت كده بضغط click main بعد كده بقول له task manager هيفتح معي الويندو اللي انت شايفها دي هتتأكد انك واقف على حاجة اسمها process وبعد كده هتروح تدور على حاجة اسمها مستكشف الويندوز هننزل تحت كده زي ما انت شايف نزلنا تحت خالص انت ممكن تلاقيها عندك فوق حاجة اسمها مستكشف الويندوز بالعربي او windows x plural بالانجليزي بتضغط عليها click main وبعد كده بتقول له restart او اعادة تشغيل بيعمل اعادة تشغيل للويندوز زي ما انت شايف الايكونات بقت ظهرة معنا بشكل سليم ما فيهوش اي مشاكل وكده تقدر تحل اي برنامج معاك بيبقى ظاهر بالشكل او بالملف الابيض اللي انت كنت شايفه في بداية الفيديو تقدر تحل المشكلة بكل سهولة لو ظهرت معاك المشكلة دي تاني بترجع هنا على وبتجي تقع برضو على تضغط عليها click main بعد كده بتعمله restart عشان يعمل عملية تنشيط للويندوز ولكن هي مش هتتكرر ان شاء الله ولكن ده لو اتكررت تقدر تعمل كده اخوكم واي الاسم اتمنى تضغط عليك تشترك في القناة اشوفكم على خير في رعاية الله ما تنساش تبص في الوصف فتلاقي حاجات كتير تهمك وفي قناة جديدة خاصة بانشاء المحتوى على يوتيوب اتمنى انك تشرفنا فيها ودايما سعيد برؤيتكم اشوفكم على خير في رعاية الله سلام عليكم